في لحظة تبدو أكثر وضحاً فيما يخص ملف مكافحة الإرهاب تعود الأنظار العالمية للتقليص من تحركات تنظيم القاعدة التنظيم الذي لطالما خاضت قوات الجيش صراعاً مريراً معه واشنطن في استراتيجيتها الجديدة لمحاربة هذا التنظيم بدأت مؤخراً بعمليات إنزال إلى جانب بعض عمليات القصف الجوي التي تقوم بها لاستهداف مناطق تمركز التنظيم في كل من شبوى وأبيان والبيضاء وعلى الرغم من نجاح الغارات في استهداف معاقلة للتنظيم في وقت سابق إلا أن مصادر إعلامية قالت إن الغارات الأخيرة في شبوى خلفت قتلى في أوساط المدنيين وصل عددهم إلى ثلاثة أشخاص نتيجة استهداف سيارة كانت تقلهم في مديرية الصعيد بالمحافظة فيما قتل أربعة من عناصر التنظيم قوات مكافحة الإرهاب في تحركها الأخير اعتقلت عدداً من قيادة تنظيم القاعدة بمحافظة حضرموت وبإسناد جوي من طائرات التحالف تم مدهمة أوكار التنظيم في المحافظة عمليات المدهمة بحسب بيان لقوات الجيش تمكنت من اعتقال عدد من العناصر وقيادات كبيرة في التنظيم العملية نتج عنها أيضاً مصادرة معدات وأسلحة متنوعة كانت معدة لتنفيذ عمليات في عدد من المناطق بحضرموت يعتمد نجاح العمليات العسكرية ضد تنظيم القاعدة بحسب مراقبين على تفكيك قدرة التنظيم عسكرياً واجتماعياً وفيما يستميت التنظيم لفرض واقعه على الأرض في اليمن ما يزال التهديد الذي يسببه ماثلاً ما لم يتم إنهاء الدور الذي يلعبه في إطار تنظيم القاعدة على مستوى المنطقة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة